شهد الرئيس السيسي أداء المستشار عدلي عبدالفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسا لهيئة النيابة الإدارية بالقصر الجمهوري بمدينة العالمين الجديدة كما منح الرئيس السيسي المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن رئيس النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية منح السيد المستشار عزة أبو زيد عبدالرحمن أبو زيد سلام رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لخدماته الجليلة للدولة قرار رئيس جمهورية مصر العربية يعين السيد المستشار عدلي عبدالفتاح جاد زايد رئيسا لحيئة النيابة الإدارية اعتبارا من واحد تسعة الفين اتنين وعشرين أقسم الله العظيم أن أؤدي عمال وظيفتي بالزمة والصدق وأن أحترم الدستورة والطنو اشتركوا في القناة